نظم التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموي بالتنسيق مع الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية قافلة طبية لأمراض العيون بأحدى قرى مركز منها في محافظة القليوبية شملت الكشف على عدد كبير من الحالات المرضية وصرف العلاج بالمجال حفاظاً على عيون المصريين من الأمراض نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتنسيق مع الهيئة القبطية الإنجلية لخدمات الاجتماعية قافلة طبية لأمراض العيون بقرية كافر مويس بمركز بنها بمحافظة القليوبية دايماً بنختار الأماكن اللي هي العشوائيل المفهاش خدمات اللي بتبقى الخدمات فيها للأسف قليلة فإحنا بنحاول أن ننزل الأماكن دي عشان نقدمها الخدمات الصحية لتعزيز الحقوق الصحية للمواطن المصري إحنا النهاردة بنقدم كشف رمض ده بيبقى فيه فحص قاعين بيبقى فيه كشف نظر بنقدم كمان العلاج مجاني ومنقدم كمان النظرات الطبية المجانية القافلة الطبية شملت الكشف على عدد كبير من الحالات المرضية وصرف العلاج بالمجان وتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات المختصة عطينا التذكرة ببلاش من غير أي مصاريف وكشفنا ببلاش وإسنا نظر وفيه نظرات هتبقى برضو من غير أي مصاريف قافلة ممتازة ونشكر التحالف الوطني أنه بعت لنا قافلة طبية لكياس النظر واستخراج نظرات بدون مقابل الخدمة كويسة والمعاملة كويسة والمقابلة وكل حاجة واخدوا مننا أسمينة والمعاملة كويسة تأتي القافلة طبية في إطار جهود التحالف الوطني والهيئة القبطية الإنجلية لتقديم الخدمات الصحية للعديد من المواطنين على غرار ما شهدته محافظات البحيرة والشرقية والغربية من عمليات جراحة عيون مختلفة بلغت 230 عملية في يوم واحد ترجمة نانسي قنقر